اشتركوا في القناة من اقوال المشركين غدا سيرجع محمد الى ديننا كما رجع الى قبلتنا وكم كان الامر شاقا وقاسيا على اهل الايمان فانزل الله تعالى يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين يا ايها المؤمنون اطلبوا العون من الله في كل اموركم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة ومعنى الصبر حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن التشويش وهو تلت انواع صبر على الطاعة وصبر عن المعصية وصبر على اقدار الله والصلاة التي تطمئن بها النفس وتنهى عن الفحشاء والمنكر ان الله مع الصابرين بالنصر والتأييد والهداية والتوفيق يا من امنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هيئوا نفوسكم جيدا لامر خطير وخبر عظيم وهو تحويل قبلة المسلمين وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ارضاه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعيها سمعك فانه خير يؤمر به او شر ينهى عنه استعينوا واطلبوا العون بامرين الصبر والصلاة لانهما العون على كل امر عظيم ومتى يستعين الانسان عند عدم القدر على فعل شيء والمؤمن يحتاج الى الصبر في كل الاحوال بل هو مضطر اليه وانما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ومن سنن الله في هذا الكون ان الاعمال العظيمة كالجهاد والصوم والصلاة لا تتم الا بالثبات والاستمرار ولا يكون كل ذلك الا بالصبر والصبر جميل والصبر واجب قال الله تعالى ولربك فاصبر والرسول صلى الله عليه وسلم قدوتنا هو سيد الصابرين والمؤمن يتقلب في الدنيا بين نعمة يشكر الله عليها ونقمة يصبر عليها وقال ابن القيم رحمه الله الصبر يدخل في كل باب بل في كل مسألة من مسائل الدين ولهذا كان الصبر من الايمان بمنزلة الرأس من الجسد والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل يترى الصبر دخلك مورث أم مكتسب إنه مكتسب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر والمؤمن دائما يحتاج إلى الصبر للإتيان بكل فضيلة والبعد عن كل رزيلة فالعفة تحتاج إلى الصبر والقوة في الحق تحتاج إلى الصبر وجعل الله الصبر جواذا لا يكبو وجندا لا يهزم وحصنا حصينا لا يهدم ولماذا يبتلى الإنسان في هذه الدنيا للتمحيس وللتطهير ولرفع الدرجات فاصبروا وصابروا أما الصلاة فهي عماد الدين ونور المؤمنين والصلاة صلة بين العبد وربه والصلاة المقصودة في هذه الآية هي الصلاة التامة الخشوع والإخلاص والتذل للخالق عز وجل وكان وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر أو شق عليه لجأ إلى الصلاة وقال أرحنا بها يا بلال والصلاة عون للمؤمن في كل أمور الدنيا والدين وبها تغفر الخطايا والذنوب وتهذب الجوارح والنفوس والصلاة جالبة للرزق ودافعة للنقم وجامحة للشهوات والصلاة ناصرة للمظلوم وجالبة للنعم وكاشفة للغمم وجعل كرة عين الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة ونحن في صلاتنا نختلف ما بين معاقب أو محاسب أو مكفر عنه أو مثاب أو مقرب فمن ضيع أركان الصلاة والشروط والواجبات فهو معاقب عليها ومن أتى بالواجبات والأركان والشروط لكن لا يدري ما يقول وما يفعل فهو محاسب على صلاته وليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها وهناك من تأتيه الوساوس وهو يصلي فهو يدفعها ويجاهد نفسه فهو مكفر عنه أما من يأتي بأركان الصلاة والشروط والواجبات وهو حاضر القلب فهو مثاب عليها وأعلى مرتبة هو من يراقب الله في صلاته فهو من المقربين جعلنا الله منهم اللهم آمين ولماذا قدم الله عز وجل الصبر على الصلاة رغم أن الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين والصلاة عماد الدين وذلك لأن الصبر أوسع فالجهاد يحتاج إلى صبر والصوم يحتاج إلى صبر والصلاة تحتاج إلى صبر أليس من الشرك الاستعانة بغير الله إياك نعبود وإياك نستعين فلماذا نستعين بغير الله لماذا نستعين بالصبر والصلاة يجب أن نفرق جيدا بين أمرين الاستعانة برب الأسباب ومسبب الأسباب والاستعانة بالأسباب مع اليقين التام بأن الله عز وجل وحده هو مسبب الأسباب إن الله مع الصابرين يا لها من فضيلة وشرف وجائذة عظيمة أنفازوا بمعية الله عز وجل والمعية نوعان معية عامة ومعية خاصة معية عامة كما في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وهي معية بالعلم والقدرة ومعية خاصة كما في هذه الآية الكريمة إن الله مع الصابرين بمعونته ونصره وتسديده وتوفيقه ومن كان الله معه هل يستطيع العالم أن يضره ولو اجتمعوا عليه؟ بالطبع لا ولله عز وجل معي يطليق بعظمته وجلاله مع إثبات علوه واستوائه على العرش ولماذا مع الصابرين ولم يقل مع المصدين؟ لأننا جميعا نعلم أن الصلاة التامة الخشوع والأركان والواجبات والشروط لا تتم إلا بالصبر فالمصلون بحق داخلون في قوله إن الله مع الصابرين جزاكم الله خيرا موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر